ومن منطقة المدبح بحي السيدة زينب بالقاهرة معنا مروى عبدالعزيز مرسلة النهار اليوم لاستعراض العمل بهذا المكان خلال ايام عيد الاطحى المبارك في المنطقة المعروفة بمدبح السيدة زينب جئنا هنا لننقل لكم حدثة خلال يوم الاول لعيد الاطحى حاج محمد درويش حكي لنا النهاردة اخبار الاقبال ايه والاقبال النهاردة والمفروض النهاردة ده شغلنا على الاطحية اللي هو الدبيح اللي هو بتاع الاطحية لما شغلنا اللي هو الاساسي كان مبارح اخر وينتهي مبارح فالشغل كله النهاردة على الاطحية تنظيف والكلام ده للزبون العادي اللي هو بيضح اي الاسعار الاسعار الحمد لله يعني كويساف متناول يعني يعني تقريبا عندك الراس الداني مثلا اه 20 جنيه الكارع اللي هو مثلا البقري اه فيه 20 فيه 25 يعني مش كله يعني بيجي مثلا تبس تلاقي الناس اللي هي على الادة حالها تاخو الكارع وتعمل عليه فتة وتعمل عليه لحمة وتاكل والعال تاكل وتشبع بتاعه احسن من نهي الشئتان واسعار الضاني اسعار الضاني اللي هو الكارع اه برضو عندنا ما هو الرس ده زي مرة لحداتك 20 جنيه الاربع كارع عندنا باربع جنيه برضو يتعمل عليهم فتة واللحمة كل ايه اللي باسمها كلة لحمة وكلة فتة هل وجود لحمة مستوردة في السوق السنية دي اثرت عليكو هنا؟ لا وبالنسبة لشغلين احنا ما اثرتش علينا انما اكيد طبعا بالنسبة للجزرين اثرت بالنسبة للجزرين اثرت انما بالنسبة للشغلين احنا ما اثرتش معنا في شغلين عادي زي ما هو مش اي شي انتو مستمرين في الشغل هنا في المدبح خلال الثلاثة يام اللي جايزين؟ موجودين حد ربع يوم ان شاء الله اختاروا على ايه برضو الاطحية والزبال اللي بيجي نضافه فياخده كوارع وكده شكرا حاج محمد درويش هذه كانت اهم اخبار المتبح في اليوم الاول لعيد الاطح اليكم في الستوديو شكرا لمارو عبدالعزيز مرسلة النهار اليوم اما في الاسكندرية فقد توجه المئات من اهالي المحافظة عقب صلاة العيد الى محال الجزارة للذبحة الوحية الخاصة بهم واقام العديد من المواطنين الذين حضروا او حضروا بذبائحهم بتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين الشمبري بتراح اسعاره من 100 ال 106 والداني يعني من 110 ال 120 تمام بالنسبة للخروف الحي يعني 44 46 كده يعني اللطحية الخروف بتعطيعه بندفحه بكلام ده كله بيع من 150 جنيه لا ما جبتش طبعا لا ما جبتش طبعا لحمة ولا حيك لان 300 جنيه هيجيبوا لحمة منين يعني هم بيزودوش اصلا للمعيش يعني مش عادين يزودوه بس انا شايفكي قدام محلك زارة و تمام انت جاية تامنين دلمنتي وقفوا تتفرروا يعني كون فرنسي رفوا و العباسوا جايين علينا بس ومش اكتر اشتركوا في القناة